مجدداً مع المزيد من نشأة الكون عندما ننظر إلى السماء ليلاً فأنت في الحقيقة تنظر للماضي وتعود بالزمن إلى الوراء لكن إلى أي مدى يمكنك أن ترى الماضي وتعود بالزمن إلى الوراء مثلاً باستخدام تليسكوب كبير يمكنك أن ترى النجوم المجرات الأولى وهل يمكنك رؤية الضوء الذي انبعث منه الانفجار الكبير نفسه لحظة بدء أو نشوء الكون عندما ننظر بعيداً في السماء فنحن ننظر إلى الوراء في الزمن الماضي حتى يمكننا أيضاً أن نشاهد الانفجار الكبير نفسه والكون يعني إذا رجعنا إلى الماضي سنرى في خلال هذا نمر ب نرى أيضاً بدء الكون من حرارة وكثافة شديدة وإلى أن وصل لما نشاهده الآن من نجوم ومجرات لا حصر لها والتي تسود سماء الكون ليلاً تخبرنا نظرية الانفجار الكبير أن قصة خلق الكون هي قصة مناطق في الفضاء كل منطقة استمرت لفترة محددة وما زالت موجودة إلى الآن ولعبت دوراً مهماً في تشكيل الكون بعد الانفجار الكبير بع سبيل مثال منطقة حدث فيها تشكيل الضوء المادة ومنطقة حدث فيها اتحاد الضوء المادة ومنطقة حدث فيها انفصال الضوء المادة ومنطقة حدث فيها استجابة الذرات الجاذبية ومنطقة حدث فيها تشكيل النجوم الأولى ومنطقة حدث فيها إعادة التآين وهكذا من مناطق الفضاء حتى نصل إلى منطقة النجوم والمجرات الموجودة في الفضاء اليوم أو كوننا المعاصر والمدهش أن على الرغم من أن كل منطقة من مناطق الفضاء الماضية التي ذكرناها تمثل مرحلة من سلسلة المراحل في الماضية التي أدت إلى خلق الكون إلا أن كل مناطق الفضاء الماضية هذه ما زالت موجودة إلى الآن وبإمكان العلماء الآن رؤية كل منطقة من مناطق الفضاء الماضية هذه على حدة في يوم 17 مارس عام 2014 نشر مقال على موقع سبيسكوم باسم التضخم الكوني كيف أعطي الكون ركلة بداية أو ركلة بداية هذا اسم العنوان المقال كتبه كارل تيت في هذا المقال منخص جميل لمناطق الفضاء التي أوجدها الانفجار الكبير أثناء تشكل الكون وضعت في هذا المقال صورة الرجل يقف على فوق كوكب الأرض وينظر نحو الفضاء مع تعليق على الصورة يقول أن نظر إلى الفضاء هو عودة بالزمن إلى الوراء هذه الصورة تشرح لك كيف ممكنك أن تنظر إلى الماضي البعيد بعينيك لدرجة أنك قد ترى الضوء الذي انبعث منه الانفجار الكبير نفسه لحظة بدء الكون لكن الوصول إلى هذه النقطة الأبعد يجب أن يمر بصرك أولا من خلال أو يمر بصرك أولا بسبع مناطق في الفضاء تشكلوا على مدى 13.7 مليار سنة هم عمر الكون هذه المناطق السبعة هي منطقة النظام الشمسي، منطقة المجرات، منطقة المجرات البدائية، منطقة إعادة التآين، منطقة النجوم الأولى، ثم منطقة العصر الحالي أو المظلم حتى يصل بصرك إلى منطقة الانفجار الكبير نفسه وإذن تمثل كل منطقة حدثا من أحداث نشأة الكون بسبب الانفجار الكبير فإن الكون وبالتالي المجرات تتوسع بحيث أن معظم المجرات تتحرك بعيدا عن بعضها البعض أبعد المجرات، بالتالي هي أصغر المجرات سنا تبتعد بسرعة كبيرة جدا بسبب الوقت الذي يستغرقه الضاء للسفر فكلما نظرنا بعيدا كلما عدنا إلى الوراء في الوقت الذي ننظر فيه وكذلك كلما نظرنا إلى الأبعد نرى أشياء أصغر وأصغر سنا في الواقع حينما نظرنا أبعد وأبعد وجدنا المجرات التي تعود إلى زمن عندما كان عمر الكون أقل من مليار سنة هذه نسبة قليلة جدا من عمر الكون الحالي وفي هذه الصورة مقارنة الأنواع التلسكوب وإلى أي زمن في الماضي بإمكانها أن ترى أعلنت ناسا مؤخرا إطلاق تلسكوب ويب الذي سيخلف لتلسكوب هابل الشهير التابع لناسا يحتوي تلسكوب ويب على مرآة أكبر بكثير من هابل وبهذه المسافة الكبيرة يعني يجمع الضوء أو لجمع الضوء يمكننا أن ننظر إلى الماضي أبعد مما يقدر عليه التلسكوب هابل وبعبارة أخرى مجازية يمكن أن يرى تلسكوب هابل المجرات في مرحلة الطفولة بينما يمكن لتلسكوب ويب رؤية المجرات في مرحلة الرضاعة والمدهش قبل وجود تلسكوب هابل أو تلسكوب ويب والذان بإمكانهما رؤية أحداث نشأة الكون في الماضي في السماء أخبرنا القرآن الكريم أن قصة خلق الكون هي قصة سبعة مناطق في الفضاء التي نراها الآن وبتكليف من الله في عملية خلق الكون لكن في أي وقت نزل القرآن الكريم يعني عندما نزل كلمة فضاء كانت غير معروفة وكان يستخدم الناس كلمة السماء لإشارة إلى ما هو فوق الأرض لذلك في الآيات القرآنية كلمة السماء تشير إلى ما نسميه الآن الفضاء ونحن نعرف أن الأعراب أو البدو الذين نزلت عليهم القرآن الكريم كانوا يرون البيئة المحيطة بهم من السماء وأرض وصحراء على امتداره إذن فجاء القرآن يخاطب عقولهم تماما كما يتخبرنا نظرية الانفجار الكبير أن قصة خلق الكون هي قصة مناطق من الفضاء وكل منطقة كان لها دور محدد في خلق الكون ولكل منطقة فترة زمنية محددة من الزمن يقول القرآن الكريم ذلك بالضبط في سورة فصلت في الآية 12 يخبرنا القرآن الكريم آية أثناء عملية خلق الكون فقضاهن سبع سماوات كما نرى السبع السماوات التي موجودة في نشأة الكون وفي الانفجار الكبير يقول فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها الآن على افتراض أن عمر الكون الحالي هو حوالي 13.7 مليار سنة فإن التسلسل الزمني لعمر الكون يشير إلى تكون كوكب الأرض عندما كان عمر الكون حوالي 9.15 مليار سنة أي عنده ثلثي عمر الكون يشير أيضا التسلسل الزمني لعمر الكون إلى أنه حول هذه الفترة من عمر الكون ثلثي عمر الكون يعني بدأ فضاء الكون في الزيادة والتوسع بشكل سريع مع هذا التوسع أي أجسام هذا التوسع أجسام فضائية أخرى منع هذا التوسع أجسام فضائية أخرى من التشكل في الكون بشكل عشوائي بفعل الجاذبية هذا يطابق بالضبط التسلسل الزمني لعمر الكون في القرآن المذكور في سورة فصلت بين الآيات 10 و 12 في من أصل 6 أيام أي عندما كان الكون في ثلثي عمره ثم تستمر الآية بإخبارنا أنه بعد تشكيل الأرض والسماء أو ما نسميه الآن فضاء استمرت في الزيادة والتوسع السريع وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم السواء للسماء وهي دخان ثم تقول الآية رقم 12 فقضى هن سبع سماوات في يومي وأوحى في كل السماء الأمره وزيّن السماء الدنيا بمصاويح وللتوضيح في كتاب دراجونز أوف ايدين 1977 نشر كارل سجن فكرة التقويم الكوني بتلخيص نصف العمر الكون الحالي أي 13.7 مليار سنة في سنة ضوئية واحدة وهذا يساعدنا على فهم عمر الكون وتاريخ نشأته بشكل أبسط وقد قدم الله تعالى لنا في القرآن الشيء نفسه وضغط عمر الكون أيضا ولكن في ستة أيام على الرغم من أننا جميعا نعرف أن الأرض مستديرة أي أنها في الواقع كروية الشكل أثبتت ناس أن الكون فضاء مستوي سطحه بمعنى أن الفضاء مستوي سطحه وإذن الفضاء سطحه مستوي أي يخبرنا الله في القرآن الكريم أنه أكمل مناطق الفضاء إلى سبعة في شكل مستوي في سورة البكرة وإذن كما نرع مثلا في هذه السورة التوضيحية هذه السبع سماوات وإذن على مد بصرك تستطيع أن ترى السبع سماوات بدءا من نشأتها أو انفجار العظيم إذن استكمال سورة البكرة أيضا في الآية 29 قل القرآن وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع ثم استوى للسماء فسوى هنا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ومثير أيضا للإعجاب أن القرآن الكريم يشير أيضا إلى ما يسميه علماء الفيزياء الآن باسم مبدأ الكوزمولوجي وهو مفهوم أن توزيع المكان للمادة في الكون هو توزيع بشكل متجانس منتظم فعندما يرى ذلك من نطاق واسع يعني عندما تراه من نطاق بعيد ترى ذلك الانسجام والتجانس ببساطة هذا المبدأ يخبرنا أن الكون هو متجانس وبفضل تليسكوبات كلها اليوم يمكننا الآن أن نرى تجانس الكون بطريقة بسيطة وهي النظر من الفضاء من خلال مناطق الفضاء المختلفة والعودة بالزمن إلى الوراء ولكن أيضا القرآن الكريم أخبرنا قبل 1400 سنة أن الكون متجانس أي أنه يمكننا أن نرى التجانس بنفس الطريقة بطريقة النظر خلال مناطق الفضاء المختلفة عندما قال تعالى الذي خلق سبع سماوات انطباقة ما ترى في خلق الرحمن منتفى وتفرجع البصرة هل ترى من خطور؟ هذا أيضا يدل على التجانس الموجود بين مناطق الكون المتباعدة في الفضاء وأيضا قال الفيزيائيون هذا الأمر قاد الفيزيائيون إلى التوصل إلى استنتاج مهم في نظرية الانفجار الكبير هو أن مناطق الكون المتباعدة في الفضاء التي نراها الآن كانت جميعها في حال التلام واستلاح مع بعضها البعض في بداية نشأة الكون في الماضي قبل حدوث التضخم الكوني هذا يتفق مع ما يقوله القرآن الكريم قبل 1400 سنة بقول تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيء فلا يؤمنون إذن هذا يعني أن السماوات والأرض يعني الفضاء والأرض كانتا رتقا يعني كان جسم واحد وكانت مستوية الأرض وكان الفضاء الرحب كله جزء من الأرض ثم فتقناهما يعني أن الله فصل الأرض عن الفضاء وأصبحت الأرض يعني انفصلت عنها إذن هي كانت قطعة سخرية الأرض وهذا ما أثبته العلم سخرية جزء من الفضاء ثم فصل فتقناها إذن كانت أيضا مستوية ولم تكون كروية هكذا كانت جزءا فانفصلت وأصبح الفضاء الشاسع المنتظم المتجانس إذن هذا أيضا ما أثبته العلم الآن بأن مناطق الفضاء المتباعدة في الكون التي نراها الآن كانت جميعا في حالة تلامس وتلاهم مع بعضها البعض في بداية نشأة الكون في الماضي قبل حدوث الانفجار الكبير وبعد ذلك بفضل التضحم الكون أصبحت مناطق الفضاء المتباعدة في الكون التي نراها الآن لكن الآية لم تنتهي بعد لأن الآية تخبرون أن كوكب الأرض كان أيضا قطعة موحدة ثم فصله الله وهي حقيقة أخرى ثابتة مع العلم يعني أثبتها العلم كانت الأرض في نشأتها عبارة عن كتلة سخرية متماثلة يحمل كل من سطحها وطبقاتها الداخل نفس تكوين الفضاء ثم مرت الأرض بعملية فصل يعني سميت بعملية التمايز الكوكبي وذلك منذ أن تشكلت من حوالي 4.5 مليار سنة هذا التمايز يفصل الأرض إلى طبقات متعددة بناء على كثافتها يعني كيف كثافتها؟ يعني أنه مناطق أو طبقات الأرض هي متدرجة في الكثافة بحيث يكون باطن الأرض هو أعلى كثافة وقشرة الأرض هي أقل كثافة فقط آية واحدة في القرآن الكريم أكدت حقائق علمية وهي إذن الحقائق العلمية أن الأرض كانت هي والفضاء كلها قطعة واحدة متجانسة ففتقناهما أيضا تدل أيضا دلت على أن طباقا ما ترى في خلف الرحمن من التفاوت أنها هناك تنظيم مبدأ الكوزمولوجي تنظيم بالغ وتجانس بالغ في هذا الفضاء أيضا أنه الفضاء والكون مرتب بشكل يعني من يراهما من بعيد يرى هذا التجانس الواضح ثم أيضا أنها سبع سماوات يعني هذه السماوات السبعة منذ بدء خلق الإنسان أو خلق الكوكب خلق الكون الذي يهيئه الله للإنسان بدأ من التضخم السماوات السبعة هي يعني السماء الأولى فيها التضخم تكون لبروتينات الثالثة بداية انصهار نووي الرابع نهاية انصهار نووي الخامسة إشعاع الخلف الكون المايكروي والسادسة تشكل هيدروجين محايد والسبعة هي الكون المعاصر الذي نرى نظرة واحدة للكون يعني لو جعلنا من خلال يعني الآن أنا سأنظر من خلال كوكب الأرض وقفت ومعي تيليسكوب من خلال هذا التليسكوب أستطيع أن أرى السماء الأولى ثم أرجع بتليسكوب أقوى وأرى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بهذا الانتداد يعني هذه السماء هي التي نراه الآن لكن ما خلفها من سماوات هي التي تطورت تطورت وبدأت من هذه المرحلة هي مرحلة تكوين أو البسيط هي مرحلة تكون الذرات إذن سنستطيع أن نرى هذه السبعة بهذا التجانس وهذا الانسجام هذا ما تشير إليه الآيات وما أيضا يدلل عليه العلم إذن سبحان الله أحسن الخالقين فعلا كما قال تعالى الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت فارجع البصرة هل ترى من فطور عندنا الله يخاطبنا ارجع البصر هذا يدل على أننا نستطيع بأبصارنا أن ندرك الكون إذن أنا كشخص إنسان عادي لا أملك تلسكوب كيف أدرك خلق الله كيف أستطيع أن أدرك هذه السماء كلها يعني ما عندي تلسكوب كيف بدي أشوف السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادة حتى أجل أرى السابع عندما يخاطب الله ويذكر كلمات فهذا يعني أنني أنا وأنت وجميع كل من يملك نعمة البصر يستطيع أن يرى كيف سترى بنعمة البصر ترى قدرة الله في هذه السماوات والفضاء من خلال النجوم عندما تنظر إلى النجوم فأنت تنظر إلى الوراء فأنت تستطيع أن ترى السماوات كلها هذا التطابق يعني الأرض نفس طبيعة الأفلاك ما يحكم الأرض يعني من تركيب أنا ذكر في فيديوهات سابقة يحكم الفلك كله الفضاء كله ما يحكم قوانين التي تحكم الأرض تحكم قوانين الفلك إذن أنت كإنسان عادي تستطيع بالبصر أن تنظر إلى ترجع إلى الوراء فقط بنظرك إلى السماء تعود بالزمن إلى الماضي وهذا بل الواضح فارجع البصر هل ترى من فطور إذن تستطيع بدون تلسكوب مجرد أن تنظر إلى السماء ليلا وترى هذا يعني الانسجام والتناسق والقدرة العظيمة على الخلق الله إذن أنت تنظر إلى آية من آية الله يعني سؤل أعرابي قال كيف عرفت الله قال الأثر يدل على المسير والبعر تدل على البعيد فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على النطيف الخبير إذن الأعراب وكل من كان العرب يعني شون في البادية عرف الله لا من الفلك ولا من الفضاء ولا من الأجهزة المتطورة بل عرف الله من السماء لأن هذه السماء جعل الله فيها الخصائص في السموات كلها السبع مع الإختلافات يعني الجزئية أو كذا لكن هذه السماء تدل بوضوح عودتك إلى الماضي وتدل بوضوح على المادة الأولى يعني وأيضا على دقة الخلق وتدل على الله دلالة واضحة ترجمة نانسي قنقر